أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري أن الصمت الانتخابي سيبدأ من الثامن من الشهر الجاري لمدة 48 ساعة أضف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية الفرز ستتم داخل مقاري لجنة الفرعية عقب انتهاء الانتخابات سيبدأ الصمت الانتخابي من يوم 18 والصمت الانتخابي لمدة 48 ساعة أعمال النصحيح القانون يعني يومين قبل الاقتراع ومن هنا نقدر نقول أن الصمت الانتخابي المستهدف به أن لا يجوز لأي مترشح أو حملته الانتخابية التحدث عن البرنامج الانتخابي أو أي شأن من شؤون الانتخابات التي تؤثر على إرادة الناخب والغاية المبتغية من الفكرة بتاعته المشرع قصد من هذه الفكرة أن يمكن الناخب أن يختار دون تأثير من يناسبه ويتم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ليقود البلاد خلال السنوات الستة القادمة